في مظاهرات حاشدة حاملين شعارات استياء من إصلاحات أدخلتها حكومة رئيس الوزراء البريطانية على أنظمة المعاشات في القطع العامة الإدراب دعت إليه كل من نقابة الخدمات العامة والتجارية واستجاب له أزد من أربعمائة ألف عامل وعاملة في القطع العامة تجمهروا للاحتجاج على إصلاحات يقولون بأنها تضر مصالحهم الاجتماعية وتجهز على قدراتهم المعيشية لسوء الحظ فالعاملون في القطع العام يعون تماما حجم الأضرار التي ستلحقهم من جراء هذا الإصلاح إذا طبقت هذه الإصلاحات فسنخسر ما قيمته مليون جنيه إنها أموال من حقنا ولا أحد يستطيع سلبنا حقوقنا المشروع الإصلاحي للمحافظ ديفيد كاميرون يأتي في سياق خطة التقشف التي تنهجها المملكة ويقضي برفع سن التقاعد في القطع العام إلى 66 عاما في 2020 مقابل 60 عاما لمعظم الموظفين حاليا كما تقضي أيضا بزيادة مساهمة الموظفين في الصندوق التقاعدية وتعمل بموجبها الحكومة على تجميد الزيادة في الأجور كما تعتزم أيضا إلغاء ما لا يقل عن 330 ألف وظيفة بحلول 2015 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر